السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثاء اثنين كانون الثاني يناير طبعا القمر اليوم موجود بالعذراء وعننا برضو انتهاء تراجع كوكب عطارد القمر موجود بالعذراء ورحيظ الموجود بالعذراء لنهاية هذا اليوم بتوقيت جرينيتش يعني لغاية الساعة 12 وما بعد منتصف الليل ب46 دقيقة يعني بداية دخولنا بيوم الاربعاء لا ينتقل القمر لا برج الميزان يعني في عنا خلو مسار القمر الان موجود في منزلة السماك الاعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورحيظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 12 و46 دقيقة من بعد منتصف ليل الاربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة الكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي يعني اذا طيلت اليوم القمر موجود في منزلة السماك الاعزل القمر الان بما انه موجود في برج العذراء معناته منظل على طبيعتنا الجادة منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة او بدء نظام غذائي او تمرين رياضية بتساعدنا في المحافظة على وزننا منذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل والتدقيق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس في هاي الفترة نادرا ما يقدمون الدعم المالي او العاطفي في هاي الفترة لانه العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر اكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة لانه بتكون في اوجها هاي افضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين وشرب الكحوليات والمهدئات والمخدرات ويمكن الحصول على حيوان اليف او قراءة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول حدث رح نتحدث عنه وهو انتهاء تراجع عطارد كوكب عطارد اللي اله بيتراجع من يوم 13-12 في برج الجدي تراجع بالبداية بعدين رجع لبرج القوس يوم 13-12 واستمر بالتراجع لغاية اليوم طبعا الساعة 3-7 دقائق من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينيش رح ينهي عملية التراجع ولكن رح يظل في تأثيرات سلبية لثلاث أيام قادمة طبعا انتهاءه بما انه رح ينتهي اليوم معناته رح يبدأ يعطي طاقة ايجابية ولكن مش بقوتها فثلاث أيام تأثيرات سلبية قادمة للحيطة والحذر بكون افضل وطبعا رح يظل موجود ببرج القوس لساعة 2.49 دقيقة من صباح يوم الاحد 14-1 لا ينتقل بعدها لبرج الجدي خلال الفترة الماضية طبعا اثناء عملية التراجع شاهدنا العطال بالالكترونيات الاطراب بالامور اللي تتعلق بالاتصالات والمواصلات والازدحامات المشاكل عدم التركيز العصبية والانفعال كان بأعلى درجاته الآن بما انه رجع للحركة الامامية فيشعر موليد برج القوس بقوة الفكر والادراك الجيد للامور لانه الآن عطارد والزهرة مع بعض موجودين فعشان هيك بتزداد رغبتكم في الدراسة والمطالعة وإجراء الاتصالات أو القيام بالسفريات الضرورية بتكون عندكم القدرة على الإقناع وإقناع الآخرين بوجهة نظركم وبيستفيد معهم موليد الأوراج النارية الحمل والأسد والهوائي اللي هو الجوزة والميزان والدلو وكل شخص لما انولد كان عطارد موجود عنده في برج القوس بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وتسعة دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والفن والميل لكل ما هو مدهش وغريب بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة ثمانية واربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هذه الزاوية هي مصدر للتوتر وخصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين وبرضو يعني زيادة احتمال تعرضنا لبعض الحوادث بسبب التشتت والعصبية لما بنحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة ثنتين والتسعة واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم واهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة عشر واثنعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم واهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية هي الزاوية الأخيرة قبل خلو المسار رح تكون الساعة 11 و35 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 11 و35 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء ورح يستمر لغاية الساعة 12 و46 دقيقة بعد منتصف الليل لا ينتقل القمر بعدها للميزان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا البنكرياس اللي معايد دقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين هاي بتصير الأعضاء الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية كبرى ممكن الاهتمام فيها صحياً مراجعة طبيب عمل فحصات ولكن نبعد عن العمليات الجراحية الكبرى إلا إذا كانت اضطرارية يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش يتعلق بالعيون يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل للميزان يوم الغد معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة خمسة واحد بيبدأ في تمام الساعة 11 و40 دقيقة ظهراً من ظهر يوم الجمعة وبيستمر لغاية الساعة 12 و39 دقيقة ظهراً لا ينتقل للقمر بعدها ويستقر في برج العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمر 21 يوم في تمام الساعة 10 و41 دقيقة مساءً بصير 22 يوم نسبة الإضاءة 61% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيدة بنسبة 70% الآن ساعات الفجر سعيدة بنسبة 45% ساعات الصباح سعيدة بنسبة 70% القمر في العذرة حتى يوم ثلاثة واحد منتحس بنسبة 10% الآن في ساعات الصباح منتحس بنسبة 40% أما في ساعات المسائف ترتفع نسبة النحوسة لخمسين في المية عطارد في القوس حتى يوم أربع طاش واحد منتحس الآن بنسبة 5 وسبعين في المية في ساعات الفجر منتحس بنسبة 50% الزهرة في القوس حتى يوم ثلاثة وعشرين واحد منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في القوس حتى يوم أربعة واحد سعيد بنسبة 30% المشتري في الثور حتى يوم خمسة وعشرين خمسة سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم تسعة وعشرين ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم سبعة وعشرين واحد منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك برضو بتكن تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تشعروا بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء نظموا عملكم بشكل جيد ما تهملوا الواجبات لأنه اليوم محتمل أنك تعملوا لوقت إضافي أكثر حذروا من التبذير لأنه ممكن اليوم يعني يكون بعض الرغبة للإسراف ممكن تعالج مسائل مالية أو تجد حلول للفواتير المتوجبة عليك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم برضو بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم ممكن اليوم تحاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة أهم شي إنك تصحح الانطباعات عنك هعول إنك تثبت للمشككين طاقتك وقدرتك وما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجاز حاول إنك تثابر خلال هذا اليوم للاستفادة من المكاسب الموجودة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم واليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم شي إنك تهدي من روعك وتوقف شوي عن التفكير السلبي والعصبية ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم شي إنك ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام ما تناقش بجفاء حاول إنك تناقش بليونة في بعض المصاريف أو القلق على صحة أحد أفراد العائلة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتنشطه في السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر التنقلات وحركة التواصل فترة ممتازة لعقد معتمر أو للقيام برحلة أو تقديم امتحان أو سفرية أهم شي إنه ما تكثر المطالب وتجنب اعتماد أسلوب فض أثناء التعامل مع الغير ويبتعد عن التحديات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بيحمل للكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ولكن بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم شي إنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذر أموالك كون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيري وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادر لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن تحسم أمور عالقة أو تقرر على شيء جديد ابتفرح لا انفراج ولا تأول لتسوية أو لتطور أمر ما ابتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وبتنهي مفاوضات لصالحك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا اليوم أيضا بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيشوا في دوام من الكآبة أو الإحباط وهاي فترة فيها إرهاق وتقاعص ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والأماكن المقتضة وابحثوا عن الهدوء والسكينة ابتعدوا عن اتخاذ قرارات حاسمة بحياتكم حاولوا انكم تعملوا بشكل روتيني بكون أفضل برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب ووسعكم تعزيز صداقاتكم ويعتبر هذا اليوم يعني في منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منكم هذا اليوم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح لكم الفرصة لغربلة ومعرفة الصديق من العدو حاولوا انكم تظهروا انفتاح واهتمام على محيطكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة بتتلقى عرض أو بتجد نفسك في موقع مهم حاول إنك تكون عند حسن الظن وما تشوه سمعتك بتصرفاتك أو انفعلاتك عشان هيك بدك تجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بتفرحوا اليوم لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصر بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة اطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل اليوم بمسائل مالية أو يكون في بعض الهموم الصحية أو العائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهمش أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة أهم شيء أنه اليوم هذا مناسب لتعزيز العلاقة مع الأحبة ولكن ما بنصح اليوم لإتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري دقيقوا بالتفاصيل إذا كنتم اضطرين حادروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأيا كان ممكن اليوم تواجه خصم شرس وتشتد المنافس بينكم أهمش أنه ما أدخل في القانون عشان ما تصير أنت المدان هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء